فخاف من الموضوع أرادوا أنه يبتعد المرة شو عملت قدت كميصة ممكن تسكت ممكن تسكت شوية باك فيش بلاطين على زمانهم ولا اختفى عني تكذب هو الكميص باك لباس كامل باك فيش بلاطين على زمانهم ما فيش بلاطين ولا باك كميص كامل الكميص عن جماية نحن دجلاشة اسامة اسامة اسكت شوية ما هو دفع ان تستخف في عقل يا أستاذ اسكت شوية اللي صار ببساطة شديدة انه هو في البداية قال معاذ الله انه ربي احسن مثوي مين كان يقصد به انه ربي احسن مثوي يقصد به العزيز عرفت كيف الشاهد من الكلام ثم بعدين هو اراد انه ينصرف فالثانية شو عملت خبيثة زليخة هذه كانت حلوة عنو العزيز تنى عنو العزيز عنو العزيز الله الله الواحد وكان يقصد الله شوف القصة كيف كانت بعدين شو عملت شو عملت زليخة اجت لانه كيدها كيد عظيم جدا مجرمة هذه زليخة الولد حليوة ويده طالع وكذا عرفت كيف فلما شافت وشاف انه ما بده قال انا اعرف كيف اجيبك راحت نزع البتاع ونزعت اللي تحته وراحت على الفرش ونامت على ظهرها طبعا يوسف عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واسكى التسليم شاف زليخة كده رجال رجال لا متزوج ولا عنده مرأة اذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشوف امرأة تمشي في الشارع قال قوله بيقوم لازم يدخل البيت ويجامع صفية فتصور هذا ولد شاب ها وما عنده زوجة والعنفوان في نهايته هرافت كيف والله شاف الولية نايمة على ظهرها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تخسى 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 انت شيطان أعوذ بك لعنة الله عليك عليك من الله ما تستحق انطرف أيها عدو الله أنت عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لعظة بدونها مجية بدونها مجية شوف يا أسامة اللي صار ببساطة شديدة بعد ما يوسف شاف الولية شاف صدرها وشاف بزازة وشاف بطنها شاف رجولها وشاف خاذة وشاف اللي بين رجولها اللي شاف بين رجولها شو عمل شو عمل نزل السروان شوية مكثير عجان هو يكون عرفت كيف فتح رجولها جلس بين رجولها ويدوب يقول يا الله شاف أبوه في الصورة في الحائط ماسك إيده وبيعضه بعض إيده فلما شاف أبوه بهذا المنظر يخربيته يعقوب يخربيته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله العزة لله العزة ولك الذلة لك الذلة لك الذلة فهو لما شاف أبوه الشهوة راحت القلقول نام فقام من هناك أراد يهرؤ الله أكبر الله أكبر خلاص وسامة ما عاد عندك فيه أعتقد أن هذه الآية يكفيك لمدة أسبوع أنك تستمني عليها أسبوع كامل فكر في يوسف والزليخة واشتغل مع نفسك بعد الله أكبر الله أكبر شو هذه الوساوس يا عمي مش وساوس قرآن زي 18 مش وساوس زعلانين أن الناس بتحرق الله أكبر الله أكبر اللي بيصير ببساطة شديدة أنه يوسف دمر حياتكم أنتو يا شباب المسلمين يالله بيكفي بيكفي الدروس الجنسية اليوم نأخذ أمور ثانية كيفك يا كلب رد هوهو هوهو يا كلب هوهو الراجل يا زلمي يقول لك يقول لك يقول لك أربعة ثلاثة راضيهم كلبه يقول لك رأى برهانة ربي تقول لي رأى العزيز يا كلب قرأت لك قرأت تكلم يقول للصحابة والشابعين صعب عليهم هذا الكلام اشدخلني أنا هذا علمائكم اشدخلني أنا ليش بتسبوني أنا أنا الآن شرحت لكم اللي موجود في تفسير الطبري شيخ مشايخ التفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري كل المفسرين على وجه الرئيان على الطبري محمد بن جرير الطبري اشدخلني أنا استاذ محمد كيفك أنا بخير ان شاء الله دوم بخير يا رب استاذ محمد بدي أسألك انت كونك يعني استاذ بالعلم ودارس 26 سنة ما شاء الله عليك انت بس أول حال أعطني اسم أناديك لحظة لحظة أعطني اسم أناديك بيه أنا اسمي أحمد هلا أحمد من وين أحمد أحمد أنا من سوريا من حماه يا أهله وسهلا قل لي أحمد وين ساكن على بيك والله أنا بألمانيا يا أهله وسهلا حبيبي يا أحمد فضل أحمد استاذ محمد أنا صار لي تقريبا شي سنتين ثلاثة أنا زالما كنت أصلي وكنت أصوم ومن عائلة مسلمة صار لي تقريبا أكتر من سنة يا أخي أحس أنه في شي قلط بالموضوع اللي قام أسوي يعني يعني ما أرتاح يعني عام يقول أنه الصلاة وقراءة القرآن يعني تريح على الروح وكذا لما أروح يعني أصلي وكذا أحس بحاجات قريبة يعني يعني في شي قلط معي يعني و يعني عندي شكوك يعني إنه هذا شي قلط يعني اللي عم يسويه قلط يعني بعد ما شفت الحياة بأوروبا والحقوب عمد مع ناس ألمان شفت حياتهم كيف وحياة نحن السوريين اللي جينا اللي جاي كيف يعني في شي قلط يعني حتى بالحياة اليومية اللي عم نعيشها في شي قلط يعني يعني بصراحة عمد يعني حتى اسمي أبحث عن الحق أنا بدي شي نجيني يعني يوم من أيام لما قمض عيني واموت يعني أروح على شي صحيح يعني الشي اللي أنا عايش به حاليا كمسلم وصلي وصوم هالشي أنت برأيك صحيح ولا غلط بدي أسألك السؤال والله أنت شو رأيك هذا هذا معتقدك أنت أنا بصراحة يعني بشي مخيلتي وبشي بعقلي أنه أحس أنه في شي قلط يعني مش هذا الموضوع اللي احنا عايشين في يعني شو اللي بيخليك تحس بها يعني بصراحة يعني يعني الحياة اليومية اللي أنا عايشها يعني كصلاة وك فيه كذب تحس أنه فيه شكوك يعني بصراحة الصلاة موخي شكوك كيف فيه كذب في الصلاة اليومية يعني مثلا أنا أقول لك إدعي ربك كذا يوم يعني كذا دعاء يعني مثلا مئة مرة باليوم يصير معك كذا دعاء يرزقك دعاء ما أدري شو كله يعني ما عم يصير معانا هشي أنك أنت مسلم أنا من عائلة مسلمة بس يعني اللي شي اللي عشت عليها والفطرة واللي شي شفت ببيتي بس الفطرة اللي عشتها دعاء شنو اللي بتقرأ كذا مرة بيصير كذا يوم يعني كذا كذا حالة يعني لما كنا نروح على الجامعة مثلا الشيخ يقول يعني قل سبحان الله لا إله الله في دعاء للرزق يعني يفتح الرزق بوجهك أنا من كل عمري مديون يعني صراحة الشيخ يقول لكم أنه إذا دعيت وقال ربنا رح يرزقكم والله هي كان يحكي أنه هذه دعاء مثلا يفتح الرزق يجيب لك ناس يتشغلك مثلا يجيب لك رزقة والله يومين يمكن أعيده شي مئة مرة يا أخي وما عم يجيني شي يعني ما عمشوف رزق يعني بصراحة ولكن هذا ليس ليس موجودا في السنة وحتى لما أجي أصلي يا أخي أصلي والله ما أنا مرتاح حتى بصلاتي يعني حس أنه فيه شي غلط يعني الصلاة المفتوضة أنها تريحك إذا ما ريحك إذا ما تريحك إذا ما تريحك لا تصلي أنه أنا أنه أنا أقول لك لما بدك يعني تضايق من الدنيا وبالما تسمع قاني يروح أقرأ قرآن يا أخي أقرأ بالقرآن أضوج 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 أحس شي كابت على صدري يعني أضوج أتركه يعني فورة تقري يعني أقرأ آية أي تي أحمد أقرأ صورة يوسف يا أخي شيخ محمد أسألك أنا هالشي يعني إحنا يعني كهالفطر اللي عشناها واللي سمعناه من الشيوخ والمدارس اللي درسنا عندي باكالوريا يعني تعرف الثانوية بسوريا باكالوريا يعني مرحلة ثانوية يعني يعني مرنا بهالمرحلة يعني دروس دينية وما أحاديث وما أعرف بس أحس أنه في شكوك براسي عم تقول لي هالشي غلط أنت كرأيك أنا عم أسألك أنت كأستاذ ودكتور ما شاء الله عليك دار 26 سنة اللي شيء لا أعمل آني صحيح ولا غلط أنا أعتقد أن الشغلة اللي أنت مصيحة منك لا تعملها إذا أنت مقتنع بالصلاة لا تصلي إذا أنت مقتنع بالقرآن لا تقرأ قرآن ولا تستمع له إذا أنت مقتنع بالإستمعال والله ما أنا مقتنع بصراحة حتى القرآن عم أقرأ عم أقرأ ما أفهم شيء ما أفهم شيء والله يعني أنا أحلفك بأقرأ يعني بصراحة ما أنا مرتاح يعني لم أقرأ يعني ما أفهم منه شيء يعني يعني أقتلوا جاهدوا ما بعرف شو يعني حتى الشيخ اللي عم يقول لك جاهد ما عم يجاهد يعني إيش كيف بدي أفهم حياتي اللي أنا عايشها يعني أنا يوم أيام أموت أصير بالقبر في حساب يعني هالشي أنا عايش به هذا قلط ولا صح ولا شو آه أكيد رح يكون في حساب إذا دخلت المطعم وما دفعت رح يدخلوك للمطبخ يخلوك تخسر صحون إذا ما حاسبت بالمطعم ما دفع الحساب إذا دخلت السوفر ماركت لحظة أحمد إذا دخلت السوفر ماركت وما دفعت رح يجيبو لك الشرطة هذا هو الحساب الوحيد اللي موجود في الحياة حساب في الآخرة ما فيه ما في حاجة اسمها آخرة في حاجة فقط اسمها أنت عايش الآن ضبط حياتك الآن وهم شي أنك لا تضر حدا وقتها أنت بلك بعد المجد طلع فيه حساب بلك الكلام اللي عاش بعلها بالقرآن بالمدارس طلع صحيح إيش نعمل نحن يعني أنت تعتقد أن الله رح يجي يرسل لك كتاب يقول فيه ولقد همت به وهم بها يقول والله بصراح أنا والله ما فيه يعني جد لما كنت أقرأ قرآن يعني تصيبني حاجات شيء خريب عجيب يعني فما تتوقع أنه هذا الكتاب احتمالية أنه يكون هذا الكتاب فيها صحة هو نفس الاحتمالية اللي بيكون إذا أنت تبعت هذا الكتاب رح تكون فيه جهنم أستاذ محمد أنا البارح كنت متابع الله فقلت أنه أنت من عائلة مسلمة وانت لحد اللحظة عم تقرأ قرآن ومسلم طبعا مسلم وبقرأ قرآن طيب مسلم على أي أساس إذا ما تعطيت بقرأ قرآن على أساس أني مسلم كيف يعني فهمنا مثل ما عمت أمك مسلمين مثل ما عمتك وخالتك مسلمين مثل ما جدك وجدتك مسلمين مثل ما مليار وسبعمائة مليون مسلم مسلمين ولا حدا فاهم يش هو الإسلام أصلا الشغلة الوحيدة أنهما بيسموا أنفسهم مسلمين فيكونوا مسلمين يعني أنت تسمي نفسك مثلنا يعني طبعا شو سوي طيب ما فهمت شي أكيد ما رح تفهم وفي حدا حفاهم حاجة والله ما فهمت هذا القرآن القرآن عمتك حاجة وعمت ما تقول محمد وعمت قل ما في آخرة وما في حساب وعمت قل لي مسلم يعني أنت إسلام المدين على جيش تريدني أقول أنك يرود وإدخل النار وإدخل النار مصيري ولا شي مصيرك لا تؤذي حدا أنت في خير سواء كان في حياة بعد الموت أو ما في حياة بعد الموت والطلع والصوم صلي صوم الصلاة والصوم هذه عشان الناس اللي بدوا يروح يحس بحاجة يرتاح بيها يروح يصلي ويصوم عشان يرتاح أنت تعتقد أنه الله الذي خلق السماء والأرض والذي خلق الكواكب والمجرات والشمس والقمر والنجوم والمجرات والثقوب السوداء هذا الله راح يحاسبك على الصلاة إيش هذا ما يمكن ولكن هذه الصلاة معمولة عشانك إذا أنت بدك ترتاح ويصير نفسيتك جيدة تروح تصلي ما في مشكلة إذا والله نفسيتك ما بترتاح بالصلاة بلاها روح استمع لموسيقة استمع له هفاء وهبي لنانسي عجرم لإليس لأي حدثاني المهم أنك أنت تكون مرتاح شو أعملها وأهم شي أنك لا أظهر حدا أنا ما أظهر حدا وأنا مرتاح بدون الصلاة وبدون الصوم صار لي سنتين لا صوم رائع جدا إذا ما تحتاج لا إلى الصلاة ولا إلى الصوم وما في عندي تفرقة بين شيعي سني مسلم يهودي هم الشخص ما عمل بالضبط حيلو هذا رائع جدا يا أحمد خليك هكذا ماشي طيب حبيبي كل الهلا محبات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وإيهات شكرا للمشاهدة